موسيقى بعين واحدة وألس متعددة هكذا وصفت الصحف الحكومية السورية الموفدة الدولي الأخضر الإبراهيمي في مشهد يشبه إلى حد كبير الطريقة التي تعاملت فيها هذه الصحف مع زيارة الإبراهيمي في المرة الماضية أي أنها لا تتوانى عن انتقاد دور الدبلوماسي الأممي كلما غادر سوريا الصحف السورية كتبت بعد زيارة الإبراهيمي دمشق وبعدها بيروت أن الموفد الدولي غرد داخل السرب وخارجه وكأنه يريد أن يرضي جميع الأطراف على حد سواء متناسيا أن دوره كوسيط أممي يستوجب منه الحيادية وعدم الانحياز لطرف دون آخر القصف النظامي على الموفد الدولي ترافق مع قصف صاروخي من النظام أيضا إنما على أحياء مخاصرة جنوب العاصمة هذه الأحياء تتقدم فيها القوات النظامية في محاولة لمحاصرة معاقل المعارضة ويفيد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية تتقدم فيها بدعم من حزب الله وميليشيات موالية وفي محافظة الحسكة سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية على قرى ونقاط عسكرية في محيط مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا بعد اشتباكات مع عناصر من الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة ترجمة نانسي قنقر